اشتركوا في القناة وأن تضمن أمنها الغذائي واستقرارها الاقتصادي والمال لقيمة العمل خلال عشر سنوات وأن أوفر الظروف لتكون الجزائر من الدول الصناعية العشرة الأولى ومن الدول العشرين الأكثر رفاهية في العالم خلال عشرين سنة نحن سعينا سعي حثيث للوصول إلى مرشح المعارضة ويمكن اليوم أو غدا أنه ربما سأعطي بعض التفاصيل على اتصالاتنا سواء الجماعية أو الفردية واقتراحاتنا للعديد من الشخصيات بالاتفاق على مرشح المعارضة نحن تقدمنا للترشح بعد أمرين اثنين بعدما فشل التوافق لأن الناس ما مش حابين يتوافقوا فيما بينهم نحن نتحل من الناس المسؤولية وبعدما كذلك لم نتلقى أي جواب على اقتراحنا لمرشح المعارضة حزاب مسؤولتي تحترم نفسها لا تبقى في الانتظارية قال لي يا أولدي أنا نستنعوا ما نديروا برنامج ما نجمعوا توقيعات ما ننتصب المواطنين ما نفكروا ما نترشحوا ورانا نتظركوا ما ربما ينزل النام ورشح مشترك هذا تصرف غير مسؤول